اشتركوا في القناة وقامت طائرات المقاومة بالانقضاد أو بتنفيذ عمليات بشمال فلسطين المحتلة ان الهدهد صناعة لبنانية انا احذر من الاشتباك مع حزب الله بس كانت القضية الفلسطينية اكثر صفاء لما كانت بنشرطها تجيب سيرة اي موقع او اي شي او اي اشارة كنا نعرف ان الطائرات الاسرائيلية بعد ساعتين او ثلاثة سوف تدرب فيه نحن عنا ناس اخطر من ادرعي مش بس اني صدى لادرعي ايه نحن رحين نحو تصعيد عم يوسع نحن لسنا ابناء جهة شمال غرب شرق نحن ابناء جبل عامل موسيقى فودكاست الميادين اهلا بكم اينما كنتم مشاهدين الاعزاء في حلقة اليوم سيكون معنا الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الاستاذ رفيق نصر الله وهو ايضا مدير المركز الدولي للاعلام والدراسات استاذ رفيق نصر الله اهلا بكم معنا في فودكاست الميادين شكرا سندخل مباشرة بالحديث الذي يتناول هذه الايام مطار بيروت الدولي مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت صحيفة تليغراف البريطانية كان لها تقرير تتحدث فيه عن تخزين حزب الله للصواريخ في مطار بيروت او تحت مطار بيروت الدولي لماذا برأيك استاذ رفيق نصر الله هذا الترويج الان في هذا التوقيت الحساس يعني انا بهذا الموضوع اللي هلا بلش ياخد تداعيته حيحكيه من شقين شق الاول غرفة العمليات السوداء المعروفة باللحظات المفصلية خاصة عندما نكون على اقتراب مع مواجهة مع العدو الصهيوني تتحرك هذه الغرفة العمليات لتستخدم الميديا وتستخدم البروباجندا وصرنا متعودين عليها بمفاصل كثيرة فكان ليس غريبا على هذه الغرفة وليس غريبا على بعض القوى السياسية المحلية وحتى بعض المواقع الاعلامية المعروفة اللي ترقفت هذا الخبر وراحت وزعته بدون اي اعتبار لا انه هذا المطار شغال وانه نحن على باب وعم ندعي الناس لحتى تيجي ولا للمصدقية ولا 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 لاي شيء ثانيا اذا بدنا نحكي هيك اعمى ليش الڭارديان هي اللي قالت هذه القصة تليغراف اه عفوا التليغراف انا سأتي الى موضوع لماذا التليغراف وكيف ايضا كصحفي مخاضرا في هذا المجال تنظر الى مثل هكذا تقرير لكن قبل هذه النقطة استاذ رفيق نصر لانه حضرتك ذكرت انه هناك دعوات للمغتربين هناك دعوات للسياح ليأتوا الى لبنان ولكن التداعيات السلبية يعني مثل هكذا خبر الان سيترك تداعيات سلبية على لبنان طبعا بيترك لكن سرعة الحركة لوزير الاشغال ولكل الجهات المعنية خففت من مطقته بيانت الكذب وخاصة بعد البيان اللي طلع عن اتحاد النقل الدولي اللي ما معنى قبر ولا حدا حكى معنا من التليغراف ولا اي شيء ومش صحيح انه نحنا قلنا هيك طبعا بلش لكن الشئ التاني وهو الاهم واللي الناس لازم تعرفوا ليش التليغراف لماذا هل هو رد على كلام سماحة السيد بموضوع ابروس وهو المقصود فيه القواعد البريطانية تجي التليغراف تخترع هذا الامر لكن احنا اذا تعلمنا تعلمنا عايام البي بي سي انه بدك تجيب ثلاث مصادر للاخبار لحتى تتمكن وإلا ما تزيع الخبر وهو قد يكون وقع طيب بكل هيدا يعني الكذب الكذب الانيق اذا بدك فالمهم هيدا انا برأيي رد وقد تكون المخابرات البريطانية وراه وواضح انه هي اللي هي وراه ليش بلش الحكي هلأ وحيطلع اكتر بالمعلومات على انه تعلم حتى نرجع لـ 28 مع بداية 27 مع بداية تفرص مرأ خبر وما اكتر وقفل عنده وهو بريطانيا امرت بتحريك ست طائرات تجسس تملك ارقى كمان انواع الاستشعار والتجسس والتنصة والتتبع وكل هذا اهم من ما تملكه السائل والولايات المتحدة وهي تقوم بدوريات متتالية قبالة الساحل اللبناني وهي اللي عم تتنص وهي التي تحدد الاهداف حتى وبالتالي تقوم اسرائيل بتنفيذ القتل اذا هاي الطائرات البريطانية تتحدث عن موضوع عمليات الاغتيال خاصة في لبنان اذا عمليات الاغتيال القوات الجوية البريطانية عبر هاي الطائرات اللي عم بتقدم المعلومات الحساسة واللي عندها قدرة واللي يبدو ملك الداتا الكاملة غيره عم تقدمها للإسرائيلي الإسرائيلي اللي عمالي هي اختلف اذا هاي دي القواعد اصبحت شريكة بالقتل صحيحة سمعت السيد ما سماها وقال انتبه يا ابارسة وبعرف انا انه ريت الاتفاقية اللي عم وقع عام 1960 ما بين الحكومة الابرسية اللي كانت اساسا تحت الاحتلال البريطاني انه ما الى علاقة الحكومة الابرسية مع هاي القواعد قونا صارت وكأنها أرض بريطانية لكن انحنا من حق انك انت بما انه صار هو شريك بالقتل وينطلق من هذه الارض تماما متل ما هلأ صار في تحزير لبعض الدول العربية منطقة الخليج انه اذا انطلقت منها الطائرات الامريكية للعدوان على ايران انتو الشركة هذا كما يقوله المسؤولون الارضانيون صادقة الاماراتية بلغوا الامريكان انه انتو موجودين بقاعدة الظفرة ممنوع تتحركوا اذا بيكون في شيء ضد ايران تلافين حتى ما يكون فيه هذا الامر اذا نحن امام هذا الواقع فورا بيطلع بعد اقل من 48 ساعة خبر التليجراف معنات المخابرات البريطانية ورا يعني بكل بساطة واللي بدون يستغلوا هذا الامر وما فرقاني معهم مصلحة لبنان مصلحة مطار بيروت قداش انعكاسه السلبي على هون كمان نفس الوقت وكأنها تحدد احداثي لتبرير الاعتداء الاسرائيلي على مطار بيروت هذا ضوء اخضر لاسرائيل لتقصف مطار بيروت ومعمم يعني هلا اصبحت اذا 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 انا سمحها ما اصبحت قامت اسرائيل حتى هلا ضربت المطار علما اني بيستبعد هلا بقول لك ليش صار وكأنه مبرر عن جزء من الرأي العام برا انواء ده في سلاح انه ملأ محل حزب الله الا مطار بيروت علما اني بدون شغلي صريحة طب مطار بيروت فيه موظفين وفيه فئات وفيه جهات امنية من كل نسيج اللبناني المعادي للمقاومة او اللي مع المقاومة ما ممكن انت تمرق ورقة لانه انت بتعرف انه فيه ناس عم تطلع فيك وعارف شو فيه بعدين يعني وان الدلائل سحبوا كل الدلائل قالوا عن ناس موظفين ثم تلاشق بلشت تلاشق الخبر لكن واضح انه المخابرات البريطانية هي ورا انا اطلق من هذه النقطة سيد رفيق هذه نقطة مهمة حضرتك ذكرتها ايضا في مقابلة سابقة لك انه بموضوع التجسس البريطاني انطلاقا من قبرص هذا مهم للغاية ولكن هل افهم منك الان انه ما اطلقه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير كان تحذير لقبرص وتهديد للقواعد البريطانية في قبرص حتى حقيقة اكتر شوف اني قاش باوروبا شوف اني قاش بالحلف الاطلسي انتي لما ما سميت لكن هني عرف وصلة الرسالة هيدا ربط اشتباك مع مع الغرب وهيدا لكننا هلأ منحكي معه قبل قبل اذا ما توسع القتال هيدا بده يشمل هاي القواعد لانك انتي بدك تحمي نفسك منها حتى لو ادى الامر الى انك انتي تعمل احتكاك شوف اديش طوافان الاخصى لوان عم بيوصل وهيدا اللي بكرة بدنا نستفيد منه اثار القضية الفلسطينية بركان وما زال وما زال عمال هان بدك تشوف بكرة كيف بدك توصل فهيدا نقطة طيب بالفيلم التاني ليه وزعته المقاومة لمن يهمه الامر لا مين لمن يهمه الامر بس لا الاسرائيل طيب ما لاحظت انه بالفيلم الاولاني الهود هود عم بتصور فوق حيفا فوق كذا غيره بهاي اللي بيفهم شوية اعلام شوية مش تجسس شوية الخريطة مش هيك ما عملها كأنها انتي تران عم بيعطيكها مثل كانها مجهولي جرافيك بس شو شاملة الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط ولاحظ صار في نقطتين ضيد اذا جيت ركبتهم على الخريطة هي بعاد عن الساحل لبناني السوري بمطقة ابرص هاي بيفهموها صانعي القرار بيفهم بيفهمها الرسال عشان هيك يعني والبعض اللي استغربوا ابرص ونحن نشتغل فيها ابرص فيها عدواني على عالمنا العربي طيب بالسنة ال 56 اشتت طائرات البريطانية انطلقت من ابرص وضربت مدن القناة وضربت عيام عبدالنق وعلى تأميم القناة واللي حضر فيلم ناصر 56 بيشوف لما هو عمال يخطب كانت كلمة سر دي ري سيبس كان ناطر خبر من مخبر مصري موجود او ببعض شو بي ابرص ليعطي المخبرات المصرية شو حقيقة اللي عم بيصير بالقواعد هونيك وصلت الطائرات البريطانيان لما اذا انتبهت وعم بيخطب اجا واحد عطاور او عمل هيك اكدوا له انه وصلت الطائرات البريطانية وتستعدي ضرب مصر حتى بجيبته وقال ساعتها كلمة فردينان دي ري سيبس اللي هي الاشارة لتأميم القناة انطلقت هاي وانطلقت الطائرات البريطانية بكل هالعشرين سنة بما فيونها ضربت ليبيا وضربت سوريا وضربت العراق وضربت اليمن فانتي بالتالي يعني ما ممكن انتي تكون بالمحصرة تصمت امام هذا الأمر ولكن انا اريد ان اؤكد على نقطة معك استاذ رفيق نصر انطلاقا مما تتفضل به ما قاله الامير العام لحزب الله هو تحذير لقبرص ان لا تقدم على المشاركة في العدوان انطلاقا من ان تستخدم اسرائيل هذه الأراضي وصل التحذير ولكن هو تهديد بالدور البريطاني هنا انطلاقا من قبرص انه نحن اذا توسع الاشتباك نحن شايفينكم تحملوا تماما مثل مأحد الخطابات انه انتوا جبتوا اذا اولا الامريكان عاملين حساب كلنا احنا اذا توسع الاشتباك انا بدي اقول نقطة هون حول استراتيجية قبرص كمان من شقان شق الاول اذا حدا بنتبه لخارطة مملكة اليهود اللي كانت تتوزع وغيره اللي بتضم جزء من شرق دلتا مصر لغاية سيناء بتجي بتلف فيك طلوع لغاية جزء من سوريا لغاية ما قبل حلب بتلف وقبرص داخلها هي واحد اتنين خلينا نقرأ شو عم بيصير داخل ابرص في اعتراضات من قبل بعض الكتاب بابرص في 30 ألف واحدة سكنية مشترينا اليهود من اسرائيل اليهود اسرائيل بابرص في اكبر اكبر تحرك على مستوى المنطقة للموساد بابرص طيب هذي بتحض دلالات علما ابرص هي جزء من الحيز الحيوي للعالم العربي هلأ تركني شو واقع العالم العربي عرب الردة هلأ بس هي تاريخيا يعني حتى عندما سؤل معاوية لما بل ارسل ارسل سفنه لا يحتل الابرص فقالوله لاش ابرص قال لهم اكاد ان اصمع صياحة ديك عند الفجر منها يعني هي هي جزء من 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 ال من ال من ال الاجغرافية اللي الى غيره فبد ايه مبرر رغم كل الاعتراضات للبعض ما حدا عم يقول هلأ بدك تحرك ابرص لكن على الحكومة الابرصية انه تعرف انه هذا الامر لن يمر فبالتالي هلأ بلشت الاتصالات لتهدئة الامور وبعتقد فيه يمكن قالوا لي موفد ابرصي حيوصل صدر عن الوضع اللبناني الرسمي لكن كمقاومة انت من حقك تعمل شيء استباقي له علاقة بمراحل القتال التي قد تأتي وستاذ رفيق نصران نحو بالتأكيد سنتحدث عن طفان الاقصى ونتائج طفان الاقصى ولكن بشكل اساسي سنتحدث معك اليوم عن جبهة الاسناد اللبنانية عما يقوم به حزب الله عما اعلنه الامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في خطابه الاخير وانطلاقا من هنا حضرتك ذكرت قبل قليل الهدهد سنتوقف الآن سريعا مع هذا المقطع لما رجع به الهدهد ثم نعلق عليه اشتركوا في القناة اذا هكذا الهدهد السيد رفيق نصر الله حلق بهذه الطريقة عاد بهذه الاحداثيات صورة يعني من يعرف أيضا بالتقنيات صورة واضحة جدا بجودة عالية جدا لماذا قرر حزب الله ان يكشف ما لديه من قدرة على المستوى الاستخباري لانه ايضا هذه نقطة مهمة ان تكشف انه لديك هذه القدرة الاستخبارية انت ايضا تقول للعدو انه لدي هذه القدرة وهو قد يحدد كيفية ان تكون بذلك لماذا قرر حزب الله ان يكشف عن هذا الجنك الاستخباري نحن من اول يعني استراع العرب الاسرائيلي بدش يقول من سنة تصورة 1936 من 1948 وانشاء الكيان هاي الاسرائيل مع دول الاستعمار اللي كانت بعدها بمطقة كنا نحن تحت قبضة تحت قبضة هاي المشهدية اللي عام تشوفها بيوتنا وارضنا وشو بنلبس ويمكن ما قد انتلت دسائنا من اولاد بيعرفوا يعني وصلوا لما حال انه كانت كل هاي الجغرافية تحت القبضة العسكرية التكنولوجية اللي بدكا ان يتبدل الزمن ويصل الى لحظة اقرأ فيه انا رفيق صلى صلى عمري قداش هلأ مبسوط لأول مرة بتاريخ الصراع من 75 سنة مع احترامي اللي بعد اشتغلت اللي صاد ب73 سواء الجيش المصري او الجيش السوري او حتى عمليات فدائية لكن انك تقرأ باين قامت طائرات المقاومة بالانقضاد او بتنفيذ عمليات بشمال فلسطين المحتلة هذا الامر لم يكن يحصل ليس امرا عاديا ابدا ابدا هذا التطور كتير مهم عنا اللي نقلك من هاي السقافة اللي انت كنت منكسر تحتها الى انه الاسرائيلي اليوم هو المنكسر انه نحنا كنا لما يطلع الاسرائيلي شوي تحرك على نقاط الحدود كل اهلنا ينزحوا انك انت هلأ اليوم مفضل جغرافيا هي واحد اثنين بارح مبسطت كتير متحكت لكاتب اسرائيلي عم بيقول ما بس نحنا خفنا من الهدهد وغيره هاي الموسيقى التصويرية اللي حطينا معها عملت عندنا رعب يعني فعلا مختارين كمان يعني بما يواكب هاي القصة شوف شوف مدى التأثير لانت وصلت هلأ شو اللي عم بيحصل عم بيقله المقاومة عم بتقول للاخرين انا شريكي بتكنولوجيا وانا شريكي بصناعة العسكرية وانا شريكي بكل ما انتوا عمالي تقولوا كنتوا بتملكوه اني انا ماذا املك بالرد خاصة انه يعني الاسرائيل تعرف يعني ليست حكرا على الاسرائيل ان الهدهد صناعة لبنانية انه اليوم طيارة متر ونص بعرض متر بتحلق اول مرة وبتطلع فوق المرفق حيفا وترجع بتلف وبترجع بتجيب شوف التقني العالي يعني انت لو بدك ترجع تنزل تكبر الصورة اذا نحنا بنقعد نشتغل بتشوف نمكن نمرة السيارة اللي عبرت اذا بتشوف حد مرفق وغيره طب هايدي على شو بتدل عم بتدل على انه نحن كمان وضعنا احداثياتنا وهيدا الامر اللي بتذكر سمحت السيد المعامل بالمقابل الشهيرة وحط صورة فلسطين وقال قديش هي دايقة شوف من ايام تنكن وقال نحن نملك هيك حرفيا بالتفصيل هايدي النقاط اللي هون وقديش بده مدى وشو بالتفصيل عن المستوضعات وعن المواقع وعن المدارج وعن كذا وقتا كان لابس هذا الخاتم هذا خاتم الامين العمي حزب الله بعدها جيت لعلق على الهون قلت له بدي الخاتم اللي كان لابسوا السيد المهم انه هاي اللحظة وقتا وقتا كشف عن الخريطة اليوم شو عمالي يكشف سمحت السيد عن الحياة اليومية للإسرائيلي اللي شو دي عمل الله ولكن الامين العام لحزب الله استاذ رفيق نصر الله عام 2012 في خطابه في يوم القدس العالمي انا ذاك تحدث وقال ان هناك مجموعة من الاهداف صحيح عند الاحتلال الاسرائيلي صحيح اذا تم قصفها سيكون هناك عشرات الاف القتل من الاسرائيليين وان المقاوة تملك القدرة على قصفها وهي نصبت الصواريخ باتجاهها وبسرية تامة يعني حزب الله هذا العمل لم يكن جديدا انما الكشف عن الطريقة وتحديد الاهداف هو الجديد هذا لم يخلي اسرائيل تتردد وهذا ليعامل الانشقاق داخل هيئة الاركان عند الجيش الاسرائيلي بين ما هو شعب يعني عم بيحاول انه يعني يرضي الرأي المتطرف اللي بيعبر عنه المجتمع الاسرائيلي الان بالنسبة 64% وبين شوي من العقلانيين بالجيش الاسرائيلي اللي عم يحذروا واللي عارفين انه هاي المقامة صنعت طائراتها وبعدنا عم نشوف نحنا بعدنا عم نشوف الجزء الاول منها صنعت او امتلكت مضادات جوية هرمز 450 هرمز 900 وفي شغل كمان لازم نقرأ اسرائيليات طيارين اسرائيليين اللي بالـ 1016 حتى بالـ 35 عم بيقولوا انه في رادارات عم تنفتح علينا طيار الرادار الارضي للدفاعات الجوية بس تفتحوا هاي الطائرات الحديثة بيبين انه اصبح هو جزء على شاشة هذا الرادار مرسود يعني كان ينفتح ويتسكر هيدا شو معناته عم بيقولوا للإسرائيلي انا هاي الطيارة قدران سقطة بأي لحظة هلا اوكي بتضرب انت واحد رادار بس انت اذا قعت ضمن اللي بسموها الشبكة اربع رادارات وصارت جويتها ولو على ارتفاع تتين اربين الف قدم خلاص تعتبر سقطت مهما امتلكت من هاي البوارين اللي بتعملها طيب هايدي على مستوى هناك رادارات هذا المقاومة الاسلامية في لبنان طبعا وصلاح تفع جوة وهلا اخر خطاب كان واضح سيد بر بحر جو هذي سأتي اليها أنا بسو هو يدرك انه كمان مجموعات الصواريخ ما بعد الدقيقة كان عنده صواريخ دقيقة هلأ صار المقاومة عندها ما بعد الدقيقة صواريخ النقطة وهي منتشرة ليس في الجغرافيا اللبنانية أنا حاولها ليس فقط بالجغرافيا اللبنانية وبكرة بتشوف وبذكر البعض اذا وعل اشتباك هتشوف الطائرات الاسرائيلية عم تضرب خارج الخارجة اللبنانية وبعد القصير بعد محمد حما ليش لانه اساسا موضوعة ضمن جغرافية المواجهة للمنازلة الكبرى اللي كانت معدة هلأ اجت وفان الأقصى بكر بها المواجهة لكن السرائيل تدرك انه مجهزة بأنفاقة وانه كل القوى البشرية اللي بتحرك الصواريخ بعد ما اشترك واسرائيل غير قادرة استاذ رفيق على الوصول لهذه الصواريخ متردد تائه يعني عارف حاله حيفود مثل واحد فيت مع ملاكم محترف كبير وامامه واحد يعني افتائها القيادة الاسرائيلية اليوم وعشان هيك الامريكاني اللي يقوله اسبابه مشان قصة الرئاسة ولكن عم بيقول له يعني مبالح قائد الرئيس الاركاني الامريكي اذا انتبهت بشهدته اللي عقول انا احذر هو قال ثلاث مرات احذر من الاشتباك مع حزب الله لأنه ما بتعرف ماذا نملك والاشتباك مع حزب الله يعني احذر من الاشتباك مع ايران التي ستدخل المعركة هذه سنات اليها بعض خليل السيد رفيق ولكن بموضوع بعد عودة الهدهد الامين العام لحزب الله كان له خطاب هو تحدث عن ثلاثية القتال بلا ضوابط بلا قواعد وبلا أسقف ما المقصود بهذه الثلاثية ستكون الحرب الكبرى واسرائيل تعرق يعني كيف عم تتعطى اسرائيل حتى مع حرب غزة اسرائيل عم تحاول هلأ كان عنده شغلتين اسرائيل انشاء الكيان بـ 48 بمنطق العصابات بعدين انشأه الجيش الاسرائيلي انشاء حصل بـ 48 الان تثبيت الكيان الكيان يكاد ينتهي دخلك لوم المساعدات الامريكية لوم مسلاح الامريكي اذا مجموعة فقط من المقاومة بغزة قاعدة تحت الارض عملت باسرائيل هيك ومجموعة عم تعمل الاسناد بعدها ما فاتت بالحرب الكبرى بما تملك اذا فعلا هي اوهن من البيت العنكبوت فبالتالي هلأ هي عم تخود عملية تثبيت الكيان اذا فشلت بهذا التثبيت هي بعد فترة اولا ستدخل بحرب داخلية اهلية بتناقضات كبيرة وستكون مضطرة ان تقدم تنازلات كبيرة هلأ بتوصل لما تنشأة دولة فلسطينية او غير ذلك فأنتي امام تحولات كبيرة على مستوى المنطقة شو اللي شو اللي ادى الى ذلك هو ثقافة المقاومة المشروع المقاومة فكرة المقاومة اللي ما منتكست بعدين في شي خطير عم ما اللي يحصل هلأ رغم انه كان في انظيم يبقلك البعض ديكتاتوري بالعالم العربي بس كانت القضية الفضلسطينية اكثر صفاء ولم يكن يجر حتى اي نظام ديكتاتوري على انه يقبل بهيدا الهوان اللي عم يحصل طب هلأ بزمن التطبيع المجاني عند عرب الردة طلع التشدد الاسرائيلي اللي انتش كل هذا الثقافة المتداولة الان على المستوى الاسرائيلي واللي هو غير متوازن يعني انت كمان عم تتعطى مع شخصية غير متوازنة مع غير متوازن القرار باسرائيل انت ما قدامك عدو بتعرف تدرسه انه بيقرب لا ما بيقرب في حرب لا ما فيش حرب واحد غير متوازن بس هلأ انه يا جماعة عرب الردة بالتطبيع بهذا الزمن تبعكم اللي قدمتو فيه حصل اللي حصل وقدم لكم الاسرائيلي وجهه الحقيقي فلو كان نحن بغير هذا الزمن انا برأيه ما كان استطيع الاسرائيلي يرتكب يوميا هاي المجازر اللي عمالي استاذ رفيق قبل ان نذهب للفاصل ايضا اريد ان اسألك عن ثلاثية اخرى تحدث عنها الامير العام ذكرتها حضرتك قبل قليل وهو الموضوع باننا سنحارب برا بحرا وجوا هنا فقط نقطة هل المقصود بهذا الكلام ان المقاومة الاسلامية في لبنان حزب الله في حال اندلاع مثل هكذا حرب لن تبقى في وضعية الدفاع انما قد تذهب الى وضعية هجومية برا بحرا وجوا وهي بالخريطة اللي عملت حددت الاحداثيات اساسا من الالفين وستة لما انضربت سعر كان واضح ان المقاومة عندها ياخد وعندها هاد الانواع هلأ سي عندها اسلحة تطورت يعني في شي يعني البعض هلأ يمكن البعض بيعرفون ان المقاومة نشهت حتى ان تستطيع تصل الى بعض انواع السلاح الغربي اللي كان عم يتقدم لأوكرانيا نتيجة الفساد كمان الزباط بأوكرانيا اللي بيعوا هاد السلاح تمكنت المقاومة وطورت هاي الادوات بما فيهم الساروخ اللي طورته وعملته الماس وكذا بكرة اذا اذا وقعت الحرب سوف نفاجأ نحن ايضا نحن بهذا المشروع ان المقامي هالأد تملك هالأد كين التخطيط بعيدا عن الاضواء رغم كل الوضع الداخلي اللبناني رغم كل الوضع المهين والمزل بعالمنا العربي هيدا الاستعداد انك تعطي البكرة سلاح البحري انك تعطل انت بكرة سلاح الجو اللي بري اسرائيل ما بتقدر تعمل اي اي شي انك تفرج الامريكيين انتبه اذا فد بالقتال انت كمان هتكون هدف هيدا امر كتير بكرة برغم من حرب سوريا عشر سنوات ورغم كل اللي عمالي عمالي يحصل فانت امام مرحلة جديدة من يعني اساسا هذا المشروع كان محضر للمنازل الكبرى وانا برأي هاي اللي حن بيحصل من طوفان الاخصى بسياء المصار الصراع العربي الاسرائيلي ليست الحرب الاخيرة لكنها الحرب المفصلية يعني التي تقود اي هتاخدك لمحال اما بتفرض ساعتها انك تاخد حق الشعب الفلسطيني وتعمل المعادلة اللي بدك كيها ترسم وتكون شريك كبير برسم سورة الاخليم الجديدة واما العودة مرة اخرى الى تطوير ايضا لانه انت صرت جزء من المعرفة مين عم يقاتل اليوم 85% من الشباب الشهداء تبين انه معظمهم جامعيين اللي عم يقاتل هو هيدا الجامع اللي اليوم صرت انت بامكانك اثنين اثلاثة انك انت تقدر تعمل احداثياتك وتستخدم تكنولوجياتك وكل شباب عارف اشو عم تسوي وهي شريكة بالمعرفة العسكرية كما يقول الامين العام لحزب الله هم من خيرة الشباب في بيئة هذه المقاومة التي سنتحدث عنها استاذ رفيق نصر الله حضرتك ابن الجنوب انت من هذه البيئة الحاضنة للمقاومة ومقاومة ايضا انا اريد هنا بس ولاحظ على كلمة الجنوب سأتي بعد قليل الى هذه النقطة لانه هذا سؤال ايضا لوحده في فودكاست الميدين ولكن يجب ان اتوقف مع فاصل مشاهدينا فاصل ونعود ابقوا معنا اهلا بكم من جديد مشاهدينا الى فودكاست الميدين نعود ونرحب بضيفنا في حلقة اليوم الاستاذ رفيق نصر الله مدير المركز دولي الاعلام والدراسات استاذ رفيق اهلا بك معنا من جديد يعني سنكمل الان في سياق النقاش عن لبنان ولكن ايضا في اطار تطورات اخرى لها علاقة مثلا بالدعوة لسحب الرعاية سحب رعاية بعض الدول من لبنان هذا ربما يرتبط ايضا بطريقة او باخرى مع ما تم الحديث عنه عن وجود ايضا سلاح في مطار بيروت ربما يمكن ان نربط الامري حضرتك ذكرت وقلت انه هذا الموضوع مبالغ فيه موضوع صحب الرعاية لماذا؟ صحيح هو غير صحيح بالمطلق شوي صدر عن دولة الكويت انه نصح يترعاياها بالمغادرة نصح يترعاياها واللي موجودين او اللي جاي لكن تبين بعد شوي عم نتبيان السفارة الكندية انه انا ما مش صحيح وعم نتبيان يعني في ناس هوني موائع مشبوهة بقلب البلد وللأسف يعني بحكيها بجرأة فيه نحن عندنا ناس اخطر من ادرعي مش بس هني صدى لادرعي هني اخطر من ادرعي احيانا بتشوف انه البعض وكأنه هني مراسلين للقناة 12 الاسرائيلية او 13 بتسريب مثل هيك الاخبار اللي اللي بتدمر البلد اللي يعني شوف يعني خبر مثل هيدا قديش انه انعكسته تبين انه غير صحيح هل شفت هجرة معاكسة بالمطار بيروت والله انت هلأ ما بتقدرش توقف المطار ان العالم اللي بالالاف اللي بيوصلوا الى المطار رغم يعني رغم كل هذا الكلام لا غير صحيح ما حدا طلب ولا صدر لا عن صفرات الولايات المتحدة ولا عن فرنسا ولا شي ما نحن عايشنا حروب ومنعرف لما هيك حكومات دغري بتحدد وبتطلب ان تجمع الناس ومن بدل اجتمعه شو بده تنزل بالمطار وكي بيغادوا هذا كله غير صحيح هذا جزء من البروباجندا المعادية اللي عم باني هاي الغرفة العمليات السوداء اللي تعودنا عليها تعودنا عليها بالالفين وستة وتعودنا عليها قبل وتعودنا انا عيشت تناو ثمانين يا سيدي بتناو ثمانين احدى الازعات المحلية لطرف ما لما كانت بنشرتها تجيب سيرة اي موقع او اي شي او اي اشارة غيرات الاسرائيلية بعد ساعتين او ثلاثة سوف تدرب بما فيها مبنى الازاعة اللي انا كنت فيه كنا عاملين صوت لبنان العربي للازاعة وتلفزيون لبنان العربي عندما خرجت هاي الازاعة الصبح تقول نفس انه في عشرات صواريخ لغيرات وضعت بالابو تبع جامع عبد الناصر كلنا قلنا بدأت انضرب الازاعة اخذنا احتياطاتنا ثلاث ساعات وعشر دقايق قصفت قصف الجامع و سبحان الله الجاء الصاروخ لانه نازل كان فيه الطريق اللي جاي دايما كانت تقشط من المي اللي تحت قوت ضغط الصاروخ خلته ينزل بالتراب وبقي طلع لكنه لم ينفجر الف كيلو لتدمير جامع عبد الناصر اللي مهد لقلو هاي الازاعة اللي كانت تلعب هذا الدور والان بالسوشيال ميديا هناك كتير جزء منهم حاقد كيد لعبة سياسية داخلية وجزء متآمر على زمتي متآمر ومرتبط وهو صدى لما تريده اسرائيل عشان هيك بدنا نتعود هلأ يعني وانا برأيي على المشاهد المتلقي على الرأي العام انه يحلل بسرعة ليش هذا الخبر من شي شو شو الهدف منه وانا برأيي صار فيه شوية وعي عند الناس وتدرك انه معظم ولكن الموضوع ليس فقط سوشال ميديا هناك تباين اليوم رئيس حزب القوات لبنانية سامير جعجع اعتبر ان حزب الله هذا في مقابلة مع صحيفة شرق الاوسط يأخذ لبنان الى المجهول ويضيف بان لبنان خاسر في كلتا الحالتين اذا استمرت الامور على حالها او اذا ذهبنا الى حال الاوسط تحديدا بما انه سامير جعجع خاسر المقامة المعناتها منتصرين بالمعركة دائما نخد العكس هذا الكلام انت بحرب بمعركة في شهداء عم ينزلوا في دم في بيوت جزء نحن من الصراع العرب الاسرائيلي غسبا عننا سواء نقبلوا البعض ولا ما قبلوا نحن جزء من هذا الصراع وعم نعمل شيء استباقي فمعناتها انت ما بيحقلك هاي دي اهاني للامن القومي لأي بلد بعد ما تخلص المعركة احكي بدك بالخلاف السياسي برئاسة الجمهورية مبرر لك لكن اثناء المعركة هذا كله بدرت وصار مع المزيعة الاسرائيلية لما حكت مع اللي هات حررت اللي جابوها قالت لحواجبك احسن من حواجب من الزمين وصحتك وكذا ابيدت ازيلت طردت من المحطة بعد عشر داية اعتبروا كلامها هو اهاني للامن القومي الاسرائيلي ما لازم تقوله هلأ اثناء حرب الجزائر لما كانت في الاستقلال الفرنسا كان فيها الجمين قال ان الجزائر هي فرنسية وما ممكن نعطيها استقلالها وحصل صراع بفرنسا بيقوم صحفي فرنسي بيكتب انه لا مش لقلنا نحن فيها من سنة للكذا مفضل تاخد استقلالها واحسن ما تضلنا عاملين كل عمل فبيحصوا لمدة سنة بتهمة الاساءة للامن القومي بعد ما اطلق صراحه ولا يسمعوه البعض قاعد على القهوة الرصيف عم بيقر جاريدي بتنزل بتيجي سيارة بنزل من واحد من اليمين المتطرف بياخد المصدس بيقتله وبيوقف بنتظر الشرطة بيقول لهم انا نفذت فيه حكم العدام لانه اهان الامن القومي وهيدي الجزائر لانه وكذا كذا شوف لما انت تهلأ انت لما بتعمل بتكون صدى للعدو صدى كامل عم بيلك فيه ناس اخطر من ادرعي فيه ناس بالداخل عندهم يعني بعض الاعلام بعض القنوات اخطر من القناة 12 و13 والقناة 10 ما بتصدق انه ممكن حدا من هيدا الطرف هل هو هبل هو كيد هو تآمر هو محاولة يعني انك انت تكون بالمكان الاخر طيب معروف فيها او لا شو انت استاذ رفيق نصر الله في المقابل لحظنا تصريحات لرئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق الاستاذ وليد جون بلاط بالرغم من خلافه السياسي مع حزب الله في بعض الملفات وقال بوضوح ان حزب الله يقوم بواجبه في الدفاع عن مبناء في جبهة الجنوب تحدث عن تغير في قواعد الاشتباك ولكن استشرف حربا اوسع في الفترة المقبلة صحيح صحيح وانا مع هذا الرأي انا ما مرة يعني رغم كل اللي حصل بالعلاقات اللي كانت ومن نشوء 14 ازار انا كنت دايما راهن على انه مدرسة كمال جون بلاط المدرسة العروبية لا يمكن انه تسقط بالمعادلات الكبرى لاحظ رقم كل اللي عم بيحصل بالبلاد مجرد ما بدأ الاشتباك مجرد طوفان الاقصى اجا وليد جون بلاط عموقعه الفلسطيني لهو القضية المركزية اللي قامت عليها ثقافة حزب التقدم الاشتراكي لهي انا عايشتها ثقافة العربية ثقافة جمال عبد الناصر ثقافة الوحدة العربية وبمسألة تحديد الموقع الاستراتيجي بالنسبة له لها القضية عشان هيكي حتى رد مبارح بمسألة بمسألة المطار بيروت كمان مقف كان كتير ممتاز وانتي بدك تراهن علي لهذا المقف هو جزء من المعادلة الداخلية بالبلد فحتى بقراءته ايه نحن رحين نحو تصعيد عم بيوسع قد لا يصل هذا التصعيد بلحظة ما الى التدحرج الى حرب كبرى وقد يصل بلحظة جنون عند نتنياهو واشباح الهيكل المحيطين فيه انه يتخذوا قرار بليلي ما ويفود بهال المغامرة الكبرى ولكن نحن على سقافة المتداولة المفترض نحن عقلنا كيف لازم نبنيها على انه ايه نحن رحوا تصعيد ومنظلنا مترددين كلمة حكيت عن الحرب البعض بيصير قللك ليش اللي عم بيحصل اليوم شو بس انت كنت متهم بتخويف الناس شو بديك خوفنا انت لما بتقول انحنا رحين على تصعيد انا بلشت حتى من اول اوام توافة انه لا مش صحيح جمعتين وثلاثة بغزة وانا اللي حددت انه رحين للصيف ويمكن روح لرأس السنة ويمكن روح لما بعد الانتخابات الامريكية لانك امام حالي غير متوازن انت تحدد فيها كمحلل انك انت شو اللي حيحصل هاي واحد اتنين هلأ كمان طب شو اللي عم يحصل هلأ يعني مزح اربعة عشر غارة خمس عشر غارة بتنفذ اسرائيل باليوم حتى بال2006 احيانا ما كانت تتنفذ باليوم الان طيب واختيالات وتدمير بيوت وكل هاي شو هي شو يعني عم نلعب قل لي يعني والله حرب جزء من حرب هلأ ان العالم رابطين انه تغلغوا للبر وكذا تغيرت الانماط تغيرت يمكن نكون احنا بمواجهة قطق حرب وهي اهداف المنتقات كثير من الاسئلة لك ولكن ايضا لابد ونحن نتحدث عن الاطراف الداخلية لابد ان نتحدث اليوم ايضا عن الواقع السني في لبنان عن هذا الموقف ايضا الكبير بالوقوف الى جانب المقاومة الاسلامية في لبنان بالرغم من كل محاولات حرف هذه الطائفة عن مصارها والجماعة الاسلامية تشارك بشكل اساسي ايضا اليوم في هذه الجماعة اهمية هذا الموقف هل فاجأك لا ما فاجأني انا حتى ترشحت ببيلوت انا ابن ابن مدارسة لبيلوت ايمان العروبي الناصر ابن بيلوت انا ابراهن على بيلوت الوطنية ابراهن على بيلوت العروبية هذا موقع العروبي اللي كان فلذلك انت كلما اشتد عضد القضية الفلسطينية والاشتباك فيها كلما ترجع انت بتنتج من هيدا المجتمع حالات عظيمة لازم تبلش تظهرها لازم لانه رجعت البوصل شوف انت الرأي العام فيك تاخدوا بالميديا بالبروباقاندا على محلات كتير مذهبيا وطائفيا وزقاء وزواريب وحرب وصراعات لكن لما بيشوف امامه هاي المعادلة اللي عم يشوفها وهي الانتصارات وهيدا الخوف الاسرائيلي بيرجع هو لموقعه بس ما بيكفي بدك انت هلأ تتساعد على انه هيدا الموقع يتبلور بحالة سياسية نضالية جديدة لحتى تطوي فيها صفحة كل اللي حصل خلال القوين الاخيرة وهذا اللي انا عمالي ادعي لقلو انه نحن لازم كمان نعمل حالة نهضوية جديدة طوفان الاقصى سينتج ثقافي جديدة اذا ما اتلقفناها وبلورت بمشروع وطني قومي على مستوى المنطقة وعلى مستوى حتى الاقليم لحتى ترجع تستفيد من كل هذا الدم العظيم اللي سقط هذا الدمار الكبير وغيره هاي البوصل اللي رجعت اخدت لك كمان جزء من الشارع العربي لكن للأسف الشارع العربي ميت مستقيل جزء من الشباب العربي كبير ايضا لم يتفاعل لانه اما ساقط تحت الانظمة او ايضا لأسباب كثيرة هذا اللي بدأت خلينا بكرة بعد طوفان الاخصى اذا ما توقف القتال كيف تستفيد من هالحالة انا انا مراهن انه بيروت هالعظيمة سوف تنتج ويجب ان تنتج الحالة السياسية العربية من النضال الحقيقي لتكون جزء من المواجهة ب82 تعرف انت العمليات اللي صارت ببيروت طب ما انا شايفها قدام عيني وغيره ما كانت بقرار من القوى السياسية من الحركة الوطنية اللي تشتتت اللي جزء منها تخبى جزء منها راح خرش شباب لحالهم بالباسيفنات بالكريشنات ضربوا الدبابي قدام مكتب نظمة التحرير الفلسطينية ضربوا الدبابي قدام مدخل نفق ضربوا على سبيرز ضربوا غيره لغاية ما اجت يعني لحظة خالد العلوان العظيم اللي نفذ حكم الاعدام بالاسرائيلية الاعدام بالوينبي واللي مفترض انا كل ما امره من هذا الشارع لو كنا نحنا فعلا انه عندنا هوية بهذا البلد مفترض يكون هذا الشارع مسمى باسمه وهناك تمثال كبير لخالد العلوان لانه بهذه اللحظة اللي ينفذ فيها حكم الاعدام بعد اكل من الساعة بلش الاسرائيل يقول لا تطلق النار سنخرج وهذه شغلة عظيمة بدلا ما مسميشة ورعنا فوش والنبي وكليمانسو وتعتير اذا هاي بيروت العظيمة بدك ترجع وبلش ترجع وانا اتمنى على القوة الحية اللي قاعدة كانت محايدة حالة اثناء هذه السرعات ان تستيقظ ان تستيقظ نحن هذا التوقيت المناسب نحن بحالة مصرية سترسى في خرائط بالاخرين استاذ رفيق نصر الله بالنسبة لالسابع من اكتوبر الان كما تعلم اسرائيل شنت هذا العدوان الهائل على قطاع غزة وهذا التدمير محاولات تدمير الفصائل الفلسطينية لاجل محوا اثار السابع من اكتوبر هل باستطاعة اسرائيل ان تمحوا اثار السابع من اكتوبر ام انه لا هذا تاريخ وهذا حدث لا يمكن ان تغير في اسرائيل اي شيء تلعب مع التاريخ التاريخ يتلقف بس انا عندي شوية يعني مش عتب يعني اتمنى نحن غرقنا بالتفصيل اعلاميا عمدي حكي حول المجازر وحول شو اللي عمالة تعمل اوكي يعني مفترض انك ايك ومفترض كان يطلع كتير كمان دي كومنتري تبعتو لبرة وتخلي هيدا الصحيح لكن قليل مع مالي يشوف انا مشاهد من سبع اكتوبر على كتير من القنوات يمكن انتو بالتجارات بالبروموشن عم يطلع دايما في لحظات اللي عم بيقتحموا هي لازم تضل لانه الاسرائيلي بدوا اياك عربي وافر فلسطيني بيعمل مجازر قد ما بدك وما فرقاني معه لانه ما بدك حدا مشان ينسيك هيدا المشهد نحنا قوة طوفان للأقصى وانا برأيي انتصاق طوفان للأقصى لو ضل سنتين هي بهاللحظة هي بهاللحظة هي بهاللحظة هي بهاللحظة لأول مرة قوة صغيرة بعالمنا العربي اللي دي بيملك تسعة فاصل تلاتي مليون جندي اللي بيملك اقتر من ستلاف واربعمائة طائرة وميزانيات وعروض عسكرية واللي بدك تستطيع هالقوة ان تقطحم وانا هي تكون وين عم تقاتل على أرض فلسطيني مقتلة اوكي ب73 انت كنت عم تعبر قناة سويس وتضحية جيش مصر العظيم اذا بدك لخط برليف لكن انت لتحرر جزء من سيناء وعرفنا شو صار بعدين او محاولات استعادة الرجلان هاي دخول إلى الأرض وانك تجيب بالأسرة وانك تعمل اللي عملته هاي المشهدية كمان كان لازم تندج السقافة جديدة بالمصطلحات اللي نحنا عمال نستخدمها هلأ انا عمال يشوف شغلات بالفن التشكيلي كذا عم بتعبر عن حالها بس هاي المشهدية لازم تبقى هاي اللي بتقلق الاسرائيلي هاي اللي لازم يدل المواطن الاسرائيلي اللي هلأ تعمالي شك بانه يستمر بهذا الكيان هاي اللي لازم تبقى استاذ رفيق سؤال ايضا اخير كلام سابق لك تقول قرار ايراني تم ابلاغه للامريكيين صحيح اذا دخلت اسرائيل بحالة حرب لتصفية حزب الله صحيح هذا قرار اعلان حرب على ايران وستدخل ايران الحرب بكامل قوتها صحيح يعني هل هذا يعني اننا سنكون امام حرب كبرى في المنطقة اذا ما تم الاعتداء على لبنان بالشكل المتخيل باختصار لانه اريد ان اسألك عن الجنوب اهل الجنوب طلق من اللي قالوا مبارح رئيس اللي حكيت عنه رئيس الاركان الامريكي بالاستجواب انه اذا ايا ايا ضربة لحزب الله ايران ستدخل بالحرب الكاملة وانا برأي لانه جزء من المباحثات اللي صارت بعمان صار فينو عمل التفاهمات غير مباشرة عشان هيك الامريكاني لانه الامريكان عميقل له الاسرائيلي انا كمان متاهد لالايراني انك انت ما تعمل عملية حرب كبرى اذا عملت حرب كبرى لايراني انبلغنا احنا شركاء باع الحرب عشان هيك الامريكاني هلأ وقبل الانتخابات ويمكن ما بدوا هالحرب لأسباب كتيرة يعني لانه شاف هو برط الماضي يعني حتى شو بدك يعني بالضربة الايرانية هاي دي تاست شاف انه بكرة هالجغرافيا كلها في شي كمان مهم ما حدا بياخدوا عن الاعتبار اي حرب اذا ما كبرت لن تبقى منصة غاز على الشاطئ الشرقي للبحر الابيض المتوسط وهيدا اللي بدو يزعج الغرب وهيدا اللي ممكن يعمل لأسرائيل قصة كبيرة يعني البعض ما عم بياخدها معين الاعتبار لذلك ايه ليش بكل بساطة اذا بكرة الايراني شاف انه في حرب كبيرة وجاي الولايات المتحدة وبالبريطاني كذا للتخلص من حزب الله ولو عملوا يا سيدي دمار شامل شو بيبقالوا على شاطئ البحر الابيض المتوسط برعبة النظام الاقليمي لانه في قوة عمالة بدمه عادل مثل ما التركي باخد شمال سوريا ليكون جزء بكرة من رسم الاقليم وهان مصلحته هالايراني بالحيوية الاستراتيجية تبعيته عم بيمتد لغاية افغانستان عم بيمتد عند البحر القزوين وعند البحر المتوسط طب اذا ضربت هذا له تأثيره على لبنان وقاله تأثيره على الوضع بسوريا لذلك ايه بدأت تكون حرب مدمرة ستكون فيها ايران وقوة انتبه وقوة شعبية وهذا ما حدا عم يتحدث عنها بمرحل ما بلحظة ما من ما بعد بداية الحرب ستتشكل لتقطحم جغرافيا معينة وهي معدة لذلك لشانا هيك سيد وبعض اذا بوحد بياخد المصطلحات قوة برجع بقول شعبي كبير مزخرة ومسلحة ومحضرة لحتى تكون جزء من المعركة الكبرى اذا ما رحنا من جبهات الاسناد من العراق من اليمن من العراق ومن سوريا وقد تدخل هاي هضبة الجولان وقد تدخل حتى من جغرافية تانية ولن تكون الجبهة الاردنية بعيدة غصب العنى عن الامر اللي حيحصل فلذلك انت يعني ما بيقدر حدا يعني ما يحط تصورات وانا برأي جزء من الاسرائيلين عارف انه هاي التصورات قد تحصل لذلك الجزء العقلين عم بقول خلينا نفوت عن طريق اوكشتاين وبالالف وسبعمائة واحد بل كم نعمل عجلين بيرددوا حل دبلوماسي طيب الحل الدبلوماسي حتى بالالف وسبعمائة واحد هالمرة بدون تعديل لانه حتى الطرف اللبناني اللي هو المقاومة بضغط منها ما بقبتنا لا طيران اسرائيلي عربد ومش بس كل هاي القواعد التجسسية اللي انضربت أصيبت بالعمى أن لا تعود برة أخرى لأنه هي باص لسيطرتها على الجغرافيا اللبنانية وإلا أنت بتعمل تماما بمقابلة أعمدة تجسس وعند المقامة القدرة على أنك أنت تنرصت وإلا لا تتغير معادلات نحن أمام مرحلة تغير في المعادلة أستاذ رفيق نصر الله حضرتك ابن الجنوب اللبناني تحديدا من بلدة حولة التي أيضا تتعرض لقصف إسرائيلي وتدمير إسرائيلي كبير وممنهج لهذه البلدة أستاذ رفيق نصر الله بعد تسعة أشهر من هذه الحرب التي تخوضها المقاوم بمواجهة الاحتلال وكل هذا التدمير وشهداء نتحدث اليوم عن عشرات الشهداء وإذ بأهالي الجنوب يجددون نفس الموقف بنفس الطريق ما السر أستاذ رفيق نصر الله هيدا جزء من التراكم النضالي نحنا جايين من تراكم نضالي بمراحل كتير وقبل شوي قلتلك أنا إلي ملاحظة على عبارة الجنوب نحنا لازم منظرنا نقول جنوب نحنا لسنا أبناء جهة شمال غرب شرق نحنا أبناء جبل عامل وأدعو أدعو أنه تصير كل مصطلحاتنا نحنا أبناء جبل عامل هيدا جبل عامل بكل إرثه واللي هو بيمتد للبقاء الغربي على فكرة بكل إرثه النضالي التراكمي هو اللي أنتج لك هالحالة اللي أنت فيها هو اللي خلاك أنت أول بـ 48 تكون شريك أنت حتى مع جاشة الأنقاض على كل بلوي زرقه واللي يجد ترتده عنه على مجزرة حولها 89 شهيد وشهيدي وشيخه وطفله وغيره وهو اللي حصل أنه هايدي المنطقة صارت بحيويته السياسية جزء من الحياة السياسية للقوى الوطنية وحركات الوطنية اللي نشأت سواء الأحزاب اليسارية أو الأحزاب القومية أو غيره وتعرضت إلى ما تعرضت إليه بالكثير سواء ما بعد اتفاقية القاهرة في 1969 وكانت شريكة مع الفلسطينية بهذه الثورة أديش من الشهداء اللبنانية راحوا مع الثورة الفلسطينية خلينا نشوف مقابر الشهداء طيب إجا الاشتياح 78 وقصة الأسر ومعطى الانصار وغيره واشتياح 82 إلى جانب تطورات كتير كبيرة هيدا الإرث النضالي أنتج ثقافة انتماء ثقافة الانتماء بتاخدك على أنك تكون ابن حقيقي لهذه الأرض اللي تعطيك شهداء ثم تنتج شهداء ثم تنتج أبناء شهداء فبالتالي يعني ولكن ياسي أسأل البعض إلى متى أوكي حتى لو طالت هذه الحرب هذا الكلام مبرر الناس تخاف بدأ أرزاق أو بغيره لكن نحن جزء من المواجهة وهلأ خلاص ما بقى فيك أنت تقدر توقف تقول أنا لا خلاص لا بدنا نقول خلاص يوم اللي بتحقق الأهداف ويوم اللي حناخد ضمانة حقيقية بأولا باستمرار وجود المقامة طالما أنت ما عندك جيش قوي وضمانة بعدم قدرة إسرائيل على أن ترتد علينا مرة أخرى وهذا الأمر اللي يجب دائما نحن نظلنا متماسكي فيه هلأ ما بقى فيك أنت رهان البعض دائما أستاذ رفيق نصر الله على اللعب داخل هذه البيئة لتقليبها على المقاومة نراحب أن هذه البيئة حتى الآن يعني فيديو فيديو واحد لم تتمكن أي وسيلة إعلامية معادية للمقاومة في لبنان أن تحصل على فيديو من هذه البيئة الحاضنة للمقاومة تستمع فيه لكلام يطالب المقاومة مثلا علما أنه حاول البعض لناس مش موجودين بجنوب أساسها طعب فيه كثار ضعاف النفوس أنا بدي أقول شغلي كمان أهم نحن قدسرنا بالمواجهة وحصلت هاي بال2006 إحدى المحطات كانت عم تحاول تدور على منصة ثواريخ واحدة لتصورها على المظاهر حتى أنت بالقتال ما فيش مظاهر لمسلحين هلأ حدا قدر يجيب شريط إلا من بعيد كيف الثواريخ عمالي عمالي تطلع وهذا يعني هذا قداش فيه حرص وغيره والبعض ما عم يقدر يحصل على مثل هاي أستاذ رفيق نصر الله مدير المركز دولي لإعلام والدراسات كل الشكر لك شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم في الوودكاست الميلي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا دائم لكم مشاهدين على المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة